نهارتا زي ما قلت لكم بالينسيا سجل الهدف الاول في مرمى المنتخب القطري في الديئة 16 من ضربة جزاء واضاف نفس الله في الديئة 31 الهدف الثاني للمنتخب الكوادوري عشان يبقى هو الهدف التاريخي للمنتخب الكوادوري في كأس العالم لو ارقام بالينسيا جاهزة معنا تعالوا نعرضها على طول هو بالينسيا أصبح أكبر مسجل فيه مباراة افتتاحية عنه 33 سنة و 16 يوم وأصبح هدف الاقوادور تاريخيا بتاريخ مشاركتها في كأس العالم بخمس أهداف وصاحب آخر خمس أهداف سجلتها الاقوادور في كأس العالم وصاحب أول هدف من علامة الجزاء في تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس العالم وتساوى مع هداف ليونيل ماسي وزين الدين سيدان وهورست في المونديال نعيب كبير ويسي بي كبير جدا بس ليه قصة لطيفة قوي ليه قصة يعني ايه النهاردة بعد ما سجل هدفين حبينا نسرش عليه كده شوية ونشوف الراجل ده كان بيعمل ايه بيشتغل ازاي بيلعب ازاي بيعمل ايه تلع عنده قصة شوية كوميدية يعني قصة غريبة شوية طيب فالفين وستاشر الراجل ده انر فالنسيا سافر لبلاده الاقوادور عشان يلعب مباراة ضد المنتخب الشيلي في تصفيات كأس العالم الفين وثمانتاشر في التدريبة الاخيرة قبل المطش الشرطة بتاعت الاقوادور حاولت تقبض عليه تقبض عليه ليه عشان ما دفعش نفقات بنته البلغة من العمر وقتها خمس سنين كان هو مطلق وكان ما فودي يدفع نفقات بنته الخمس سنين فطبعا طلقته راح تبلغت عنه وراحه عشان يقبض عليه في التدريب قدر يهرب قدر يهرب منهم من الشرطة قبل المطش بقى اللي هو مطش الاقوادور وشيلي في 2016 ودي اللقطة اهو حاولت الشرطة تجري عليه عشان تقبض عليه فالمديل الفني بتاع الاقوادور اقنع الشرطة قال لهم طب سيبوا يكمل المباراة وبعد كده وبعد كده خدوا بس المباراة مهمة بالنسبة لنا مهمة الاقوادور وشعب الاقوادور وخلافه فالراجل استاذج لوا فالينسيا ده جادت دقيقة تمانين وقال لهم نفسي نفسي مش قادر اخد نفسي انا بموت انا تعبان في الملعب بقى فرحوا جابوله بقى جهزة الاكسوجين والتنافس الصناعي واتنقل على المستشفى وبتجري وراه الشرطة يعني هو على عربية الاسعاب والشرطة عم ما تجري وراه هنقبض عليك يعني هنقبض عليك المهمة الراجل عدى وراح المستشفى وبعد ما راح المستشفى بقى كان المحامي بتاعه جيه وخلص الموضوع مع الشرطة وخلص الموضوع مع طلقته وحلوا الموضوع والدين زي ما انتوا شايفين الصورة هاو طالع هو في عربية الاسعاب والشرطة بتجري وراه هنجيبك هنجيبك مواقف ضريف جدا ده بالنسبة يعني نيفلينس تسجل هدفين اليوم في كأس العالم وارقامه القياسية اللي عملها النهاردة ده المشهد ده في الاوكوادور زي ما قد رحضتكم كان مباراة شيلي في تصفيات كأس العالم 2018 المباراة الحديثة كانت في 2016 حاولوا يقبضوا عليه عشان ما دفعش نفقت بنته او نفقات بنته اللي كان وقتها عندها خمس سنين وتحل الموضوع ودي بعد كده بس هي اللقطة في ايه انه قاعد يقول لهم نفسي تعبان مش هتاخد نفسي قلبي بيقف فجابوله الاسعاف وجابوله اجهزة التنفس الصناع عشان يلحقوه هو طبعا ولا كان تعبان ولا حاجة وعايز يخلع من الشرطة اعمل نفسك ميت حرفيا يعني اعمل نفسك ميت رأس ده كان موقف زريف حبيت اقول لحضراتكم النهاردة بعد ما سجل فالنسيا هدفي اليوم في مرمى المنتخب القطري في افتتاحية كأس العالم